على اعتاب هدنة تعتبر موسكو احد عرابيها المقاتلة الروسية وطائرات النظام تزداد شهية القصف والتدمير عندها لتطال الجبهة الجنوبية ليس لمواقع داعش والمتطرفين كعنوان لزعم النظام والحليف الروسي بل لاصابة البنية التحتية في مقتل مستقبل اجيالها ومنشآتها الحيوية فدرع وريفها شهدتا حملة قصف مباشر لاماكن سكنية ومستشفيات ومدارس في المنطقة الجنوبية ما ادى الى شلل عام للمرافق واصابة اعداد كبيرة من المدنيين لم يتسنى توفير العلاج لهم الحملة الروسية طالت معظم قرى وبلدات محافظة درع تزامنا مع حملة عسكرية لقوات النظام على مواقع سيطرة فصائل المعارضة في محاولة لاخضاعها عبر استهداف تجمعات المدنيين والضغط على الحاضنة الشعبية ودفعها الى نبذ الفصائل المقاتلة على غرار المصالحة الوطنية التي حاول النظام اقامتها غرب درع مطلع العام القصف الروسي وفي تكتيك يبدو انه يسابق الزمن قبل انطلاق الهدنة السبت القادم طال كذلك محافظة ادلب حيث قصفت الطائرات مناطق في قرية كيك بريف ادلب الجنوبي عند الحدود الادارية مع ريف حما الشمالي كما نفذت طائرات الروسية غارات على مناطق في قريتي الحسينية والصالحية بريف دير الزور الشرقي ومناطق اخرى حمص كذلك نالت هي الاخرى نصيبها من القصف الروسي عشرات الضربات استهدفت خلالها مناطق متفرقة في مدينة تدمر ومحيطها واطرافها التي يسيطر عليها تنظيم داعش بينما تواصلت حملات القصف الروسي كغطاء للمعارك البرية في الريف الشمالي لمحافظة حلب سعد الدين حسن العربية